هذه أبرز العناوين والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حاكمية كنت سأمتي الإسبانيا لكنني لم أحس معهم بشيء أردت أن أكون مغربيا وفق التقافة المغربية التي ترارعت عليها في المنزل اعترف أشرف حاكمي لعب المنتخب المغربي بأنه كانت هناك اتصالات في السابقة من أجل تمثيله لقميس المنتخب الأسباني مشيرا إلى أنه لم يحس بكونه في المنزل بقدر ما شعر برغبته في حمل قميس أصود الأطلس وقال حاكمي في حواره مع مارك الإسبانيا كانت هناك اتصالات وذهبت أيضا إلى المنتخب الأسباني للمحاولة رفقة زامي لديلا فوينتيا وتابع مكت في لاس روزاس لبضعة أيام ورأيت أنه لم يكن مكاني المناسب لم أشعر بأنني في المنزل ووصل لم يكن لأي شيء على وجه الخصوص ولكن لما شعرت بها لأنه لم يكن ما ترارعت عليه وعشته في المنزل وهي التقافة العربية أن أكون مغربيا أردت أن أكون هنا بالمنتخب الوطني وستجرى مباراة المنتخب المغربي أمام نظره الإسباني يوم غدين الثلاثاء على أرضية ملعب المدينة التعليمية انطلاقا من السعر بعصرا خبر عاجل لويس إنريكي يخرج بتصريح مفاجئ على يوسف صاري أشهد مدارب المنتخب الإسباني لويس إنريكي بنجم المنتخب الوطني المغربي يوسف صاري مؤكدا أنه لاعب يتمتع بإمكانية جيدة ويعد إضافة قوية لمنتخب بلادها وقال إنريكي في الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة الأصود إن المغرب يتوفر على العديد من اللاعبين البارزين ومن ضمنهم يوسف صاري وتبع المدارب أن الدور الإسباني يتوفر على العديد من اللاعبين المغرب المميزين وهو على درياتهم بإمكانياتهم والشيء نفسه بالنسبة لهم كونهم يعلمون الكرة الإسبانية ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظره الإسباني غدا التلتاء لحساب دور الستة عشر من نهائية كأس العهلان قطر الفين واثنين وعشرين غافي المغرب أفضل من بلجيكا وكرواتيا شدد غافي النجم وسط المنتخب الإسباني على صعوبة مواجهة المغرب المقررة في تم نهاء مونديال قطر الفين واثنين وعشرين وقال غافي خلال تصريحات لصحيفة ماركل إسبانيا لم يكن الأمر سهلا في البداية ضد اليابان أردنا أن نفوز ونتصدر المجموعة وحذرنا المدرب من أنها ستكون أصعب مباراة علينا وكان ذلك واضحا وأضف أنا فقط ألعب كرة القدم وأبدل قصارى جهدي في الملعب ولست خائفا من أي شيء أريد أن أستمتع ولا أفكر في أي شيء آخر وعن مواجهة المغرب أجاب نجم برشلونة أتوقع مباراة صحبة للغاية فنحن في مراحل خروج المغرب وأردف المغرب كان أفضل من كرواتيا وبلجيكا في دور المجموعات وهم فريقان على أهل مستوى ما الذي يمكن قوله أكثر من ذلك لقد رأينا فريقا رائعا جماعيا وفرديا الرجراغي هدفنا التأهل إلى الربع لكن إسبانيا تبقى الأقرب للانتصار على الورق أكد الناخب الوطني وليد الرجراغي أن هدف المنتخب الوطني المغربي هو التأهل لربع نهائي كأس العالم بأي طريقة ممكنة مضيفا أنه سيحاول أن يجد أفضل تركيبتين حتى يشكل تهديد لإسبانيا مؤكدا في الوقت ذاتي أن الرجراغي هي الأقرب للانتصار على الورق وتبع رجراغي في تصريح له لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن اللاعبين حققوا التأهل وقدموا أكثر مما كان متوقعا منهم مشيرا إلى أن على الكل نسيان ما تم القيام به في دور المجموعات حتى يركز الجميع على تمنى نهائية وتبع الناخب الوطني تصريحاتها بأن المنتخب المغربي سيواجه أفضل منتخبة العالم ومن النحية التقنية هم فريق يحاول أن يسير اللعب ويحافظ على الاستحواد وفي 2018 أثبت الأصود أنهم فريق يستطيع التنفس ضدهم متمنيا تكرر هذا الإنجاز مرة أخرى وأوضح رجراغي أن علاقته جد مميزة واستثنائية مع اللاعبين مشيرا إلى أنه يحاول أن يكون قريبا منهم لكن في الوقت نفسه يجعلهم يفهمون أنه أحد القادة وصاحب القرارات النهائية في المجموعة ووصل أن عليه كذلك أن يمنحهم الكثير من الحب والثقى كونها قدوة بالنسبة لهم وفي نهاية الاحترام بينهم على أرضية الملعب فهناك قرارات يجب أن يتخذها حينما يكون في الملعب وتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى تموني نهاية كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية في تاريخ مكرر إنجاز 1986 بعد تصدر مجموعاته بالسبع نقاط من تعادل مع المنتخب الكرواتي بدون أهداف وانتصار على بلجيكا بهدفين نظفين وعلى كندا بهدفين لهدف وسيواجه المنتخب الوطني المغربي نظره الأسباني يوم التلتاء بداية من الساعة الرابعة عصرا على أرضية ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان لحساب التموني نهاية كأس العالم قطر 2022 بعد من هزم أمام المغرب وغادر المونديال نجم بلجيكا يعلن دعمه لإسبانيا كشف حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوى عن المنتخب الذي سيدعمه في كأس العالم قطر 2022 بعد إقصائهم من مرحلة المجموعات من المونديال وكذكرت وفي تصريح لصحيفة مودو دي بورتيفو الإسبانيا أنه بعد الإقصاء سيدعم إسبانيا ويتمنى فوزها في المباراة القادمة أمام المغرب ولملاء المضي نحو النهائية والمنافسة على تحقيق كأس العالم وقال حارس الشيطان الحمر كرة القدم تسير بسرعة ولدينا مبارية تأهيلية لليورو في مارس القادم سأدعم الآن إسبانيا وأتمنى النجاح أيضا لزملاء فريال مدريد مع منتخبتهم وكانت بلجيكا قد غادرت مونديال قطر بعد خسارتها أمام المغرب في الجولة الثانية من المجموعة السادسة منهية الدور في المركز الثالث مقابل عبر الأصود ومنتخب كرواتيا إلى دور الستة عشر من كأس العالم الفيفا يعلق على دور أولياء الأصود في تأهل المنتخب الوطني إلى تموني نهائي المونديال يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الإشادة بالمنتخب الوطني عقب المستوى الذي ظهر به خلال مبارية المجموعات من كأس العالم المقام في قطر حتى الثامن عشر من دجنبير الحالية وعلق الفيفا على الدور الذي يلعبه أولياء لعب المنتخب الوطني في ظهورهم بمستوى متميز خلال المباريات ونشر الجهاز المذكور عبر صفحته الرسمي على الموقع الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور للاعب المنتخب الوطني رفقة أمهاتهم وقال الفيفا الأم صورة مصغرة للوطن وتبع قائلا ولاعب المغرب يعرفون ذلك ولهذا ترهم دوما يحتفلون رفقة والداتهم بعد كل مباراة لأسلود الأطلس اشتركوا في القناة